السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم طبختي صينية كباب بانجان بالفرن بس مو بس كأحط راحات كمان بصل محشي باللحمة يعني البصل كمان راح احشي باللحمة راح تاخدوا قطيب صينية كباب بانجان طريقة متميزة جديدة جربوه على طريقتي وانسوا كل الطرق اللي بتعرفوهن قبل ما قبدا بدي أقلكن شكرا كتير لكم شكرا كتير للاشتراكات والتعليقات الكويسة متلكون ويا ريت لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس والتعليق الحلو متلكون كمان شكرا كتير هون انا عندي كباب فروج وعندي كيلو ونصف عفوا من الكباب الفروج او لحم الفروج مفروم وهون عندي ربع كيلو دهني لية الغنم هاي هي اللي راح تفرق معنا بالطعم كتير وشوية ابهارات لا تكترو البهارات مشان الطعمه ما تضيع منحط شوية ملح ابهار السبع ابهارات او لبهار الاسود دياها 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 ما تحطو الاثنين وشوية معجون فليفلي متل ما نكون شايفين مع الاكبير يا مسح ومتل ما نعرف كباب الفروج مجرد ما نحطو بالفرن رح يصير ناشف شوي بس انا رح اعملكم طريقة تاخدوه طري وجوسي وشي رائع هلق خلينا نروح على باقي المكونات هون هاد البصل قلت لكم بنا نحشي ثلاث بصلات هون عندي كمية انتو بتقدروه متل ما بدكن هاي بندورة بدي افرما اغوال شي بدي اقشرة وقفرما كتير ناعم وهاي البنجان تقريبا كيلو هلق خلوني اروح اجهز وارجح لكم هلق هون انا البنجان متل ما نكون شايفين قشروا بضربوا ودربوا متل ما بتكن ازا بتكن مت قشروا بصير متل ما بتكن وهاي هون عندي البصر ثلاث بصرات كبار كبار صغار ما في مشكلة اقشرتن وبدي اقصهم بنص سيك حتى اسلقون حتى يتورقوا معي بسم الله شوفوا بس لهون والطرف التاني لهون هيك خلص هلا هون انا حطة مي سخنة منشان السلق بس لا تغلي عشان احط فيها البصرات منشوف شلون نرجع للبصرات خلق هون نجي لتطبيل اللحمة هاي البندورة اربع حبات بندورة صغار او وسط مو اكتر للكيلو ونص كباب او كيلو ونص لحم لحتى ناخد كباب الفروج الجوسي الطري استعملوا البندورة وقولولي رأيكم وادعولي وهاي المعجون فليفلي كمان بيعطيها طعم كتير طيبة انا حطيتها حدة انتوا متل ما بتكون مع الاصغير البهار وملاح حسب الرغبة بسم الله بس مو اكتر من هاي نحرقون كتير كويس مع بعضن خلطن بسم الله الرحمن الرحيم هلا بعد ما المي صارت تغليم ونحطر البصلات بسم الله الرحمن الرحيم بس هاي كيلا شوي منقلبوا منطرف لطرف ما بدهم شي بس شفناهن ورقو فتحو يعني هيك ورقو خلاص بصيرو جاهزات منطالع وفي طريقة تانية اذا اردتو متل ما سوينا هلا منقشرو منجهزو منحطو بكيس منشلو بالفريزة لتاني نهار منطالعو بس حلو بتورقو رأساً معنا هلأ هي اخصرت كل شي جاهز. هاي البصل ورقتم كما اكوا شايفين هيك شايفين? بتورق بالسهولة لو شاقت ما بتأسرون. نحن اللي حبثها هيك لجوه. وهي البنجان كمان اقطعتم هيك. اقطعون انتو اعراض ارفاع كما انتو بتحبون هون عندي بندورتين كمان فضيتن. اسمتن هيك بالسكينة وفضيتن بالمعلقة. معلقة اللي صغيرة. وهي اللحمة صارت جاهزة شايفين اللونة فرجة. ريحتها فرجة. هلأ خلينا نبدأ. طبق البنجان. بنجان ناخد هيك. ما ضرور نعمل دعبي. خدوا هيكة. بس حاولوا تكون الكمية قد بعضها. هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد واحدة تانية. نطبقها هيك عليها. ومنروح عالصينية. بسم الله. هيك. ومنرجع للتانية كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك. هلأ حسب كمية اللحمة اللي ازا اللحمة عنكم كتيرة كترو شوية بين البنجان. وزا لأ قليلة كمانة. عالحالتين تطلع طيبة. كمان. هيك. عشان ما اطول عليكم اكمل الصينية بواقف وبكمل الصينية. ناخد شوية كبابة هيك ونحطها. بسم الله. تصدقوني. تطلع كتير طيبة بالبصل. كتير كتير. الخاصة اللي دل شوي بالفرن. شايفين? هيك. والبندورة كمان خلينا اواجيكم ياها. كمان شوة للبندورة لما لاتها هيك عبوة. هيك. اي انا خليت هيك مشان المنظر. خليني اروح اكمل لحالي وارجعلكم. تفرجو لي بقى على المنظر. شوفوا. شعموشي بشاهي? والله مو بس منظر. طعم تفعلا كتير كتير طيب كتير رح تعجبكن وان شاء الله رح تدعو لي. هلا ابوي بعد ما اجهزت هيك هون انا عندي فلافلي زاد عندي لاني لحمة حشد فلافلي حمرة وفلافلي خضرة. لاني زاد عندي شقفة لحمة. هلا انا حميت الفرن على درجة حرارة مية وثمانين. وبدأ اغطيها بورقة الزبدة وبعدين بالسلوفان. بدايفة تقريبا ساعة ونص تقريبا. على درجة حرارة مية وثمانين متما قلت لكم ده اشغل من فوق. واشغل من تحت كمان. وبعدين بنرجع ان شاء الله. اول شي متما قلت لكم ان هنغطيها بالسلوفان. عفهم بالزبدة ووعدين ورقة السلوفان. قبل ما احطها بالفرن في ملاحظة ابدأ لكم ياهم. هلا اللي بدي اكل الجنبارز في ناس كتير بتحب تساوي جنبارز. نحن نغمسها بالخبزة. بتحسنوا تحطوا فوقها ميت فرنجي. بتدوبوها شوي قصدي معجولنا الطماطم. بتدوبوها شوي بشوية مي. بس ما تسمكوها. وبتحطوها هيك فوقها. وبتحسنوا تحطوا فوقها او من تحتها كمان بتقسموا البندورة بعد ما تقشروها كمان. حطوا من تحتها اول شي يعني. بندورة كمان بيصير. بس انا هيك بدأ احطها هيك على حالة. وراح اتطالع الصوس يعني وراح ناكلها بالخبز ان شاء الله. هاي صلى ساعة وربع بالفرن بسم الله رحمة الرحيم. هلا بقى. شوفوا. انا ما حطيت لها مي ابدا ولا نقطة مي. هاي مية الخضرة. شايفين? هلا بقى ابدأ احطها حتى هيك تاخد لون هيك كويس. وتنشف شوي مياتة. شايفين شلون? بتشهي ريحتها بتغري في القلب. يلا يا علي. يلا بقى اجت اللحظة الحاسمة بقى. من اول ما حطيناها بالفرن وريحتها غيب قبل بيت كله. ده بالدوابان. شوفوا اللحمة. شايفين? شقطرية. والبانجان. شو على المنظر? اكتر سنايي طيب بالحياة البانجان مع اللحمة. ورجينا كمان البصل بقى شون طلع? وهي البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. شلون اللحمة? ننزومه. قلِّ الصَّبير لا يتحمل. يلا دوقلنا رأيك. اعطينا واحدة فليفلة كمان وهي فليفلة تفرج استنين فوكس كله كله شي بيشاهي ايه غرام الادوء انا هاي بسم الله الرحمن الرحيم شي بيغرر في القلب فرجوا لي بقى هاي صينية الكباب ربانجان شايفين والبصل المحشي بتشاهي ريحتها بالمكفى اخدت معي بالفرن تقريبا ساعتين يعني اللوقت ما نشفت وحمروتها واستوت ساعتين اذا عجبتكن لا تنسوا الاشتراك واللايك والتعليق هيك الحلو متلكن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته